أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي أوسى في تقواه وحسن عبادته أشهد أن لا إله إلا الله وأده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمره ربه وأدبه فقال خذ العقوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتر الله عباد الله إنه من يتكي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أيها المسلمون إذا أسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقل معادوه فسهلت عليه العمور الشعاب ولا نتلب القلوب الغضاء ونبتت عليه العمور السعاب ونبتت على جوارحه المحاب وسال رساله بكل غال الدواء قال الله ليس شيء أفقل في ميدان العبد يوم القيامة من خلق كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه أنا دعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا وأكمل المؤمنين درجة قائم وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وسائم النهار وأكثر ما يدخل الإنسان الجنة تقوى الله وحسن الخلق عباد الله ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا شهد له بذلك رب العزة سبحانه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وفي الصحيح أن سعد بن حشام بن عامر قدم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت أيها المسلمون والآيات التي تدعو إلى الامتثال بحسن الخلق كثيرة منها قول الباري جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال عذ من قائل والكاظمين الغيذ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول عز وجل وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله وفور رحيم ويقول جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويقول جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فكل هذه الآيات يا رعاكم الله وغيرها الكثير في كتاب الله تدل على ضرورة التزام الإنسان بالخلق الخسن بالخلق الحسن ومعنى حسن الخلق معاشر الأحبة كف الأذى وبذل الندى وتحمل الأذى وقيل هو العمل بكل محمود وترك كل مرزول وأركان الخلق الحسن كثيرة يا معاشر الأحبة كالعدل والعفة والصبر والشجاعة وإننا في هذا الزمن في حاجة ماسة إلى التعرف على مبادئ حسن الخلق ونقوم بها ونطبقها وإننا بحاجة ماسة إلى التعرف على مبادئ حسن الخلق وإلى التعرف بها وتطبيقها لأننا نعلم يقيناً أن دين الله العظيم لم ينتشر في مشارك الأرض ومغاربها إلا بما تعامل به المسلمون إلا بما تعامل به المسلمون مع من قابلوهم في كل أسقاع المعمورة من أمانة وإخلاص في العبادة والقول والتعامل والصدق وغيرها مما هو معروف مشهور واعلموا عباد الله أن حسن الخلق منه ما هو فطرياً وما هو مقتصب يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أشج عبد غيس لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات وفي رواية يا رسول الله أنا أتخلق بهما أمن الله جبلني عليهما قال بل جب لك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين على خلتين يحبهم الله ورسوله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والتخلي بمكارم الأخلاق والتخلي من مساوئ الأخلاق فليلجأ إلى ربه بالدعاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذراعة إلى ربه يسأله أن يرذقه حسن الخلق وكان من دعائه عليه السلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم إني أعوذ بك من العجد والكفل والجبن والحرم والبخل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم آت نفسي تقواها وذكها أنت خير من ذكاها ينوا مسلمي ونرانا تقوم دوة جمالة أولى هجران عن نبي صلى الله عليه وسلم تقوم دوة جمالة أربعين دبيو وانده يكي شيني يدي دا أشرين دبيار غوة الشاديو ميلاديا تنا شكرات دهو بيودا أشرين وانده يكي شعورا من اللهم المترجم للقناة 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 الله سبحانه المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة